دعت جماعة مناهضة للحكومة الإسرائيلية إلى إدراب عام من أجل المطالبة بإجراء انتخابات جديدة ومطالبة رئيس الوزراء بنيمين نتانياهو بالقبول بصفقة وقف إطلاق النار واستقالة حكومته كما قطع ألاف الإسرائيليين طرق سريعة وتقطعات الطرق في مناطق مختلفة بينما استهدف المحتجون مقر إقامة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة المرتبطين بالتحالف الحكومي الذي يقوده نتانياهو يأتي ذلك بعدما خرج ألاف الإسرائيليين في تظاهرات بتل أبيب للمطالبة بإبرام الصفقة في ظل تقدم مفاوضات الهدنة إلى ذلك قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك إن الأغلبية المطلقة من الإسرائيليين تؤيد صفقة التبادل مع حماس وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن واجب إسرائيل هو إعادة المحتجزين في قطاع غزة هذا فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن 54% من الإسرائيليين نعم 54% يعتقدون أن حرب غزة مستمرة بسبب اعتبارات سياسية لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو فيما رأى 67% من المستطلعة أراؤهم أن إطلاق الصراح الرهائن والمحتجزين يجب أن يكون على رأس أولويات حكومة نتانياهو في المقابل قال 26% فقط إن استمرار الحرب للقضاء على حماس يجب أن يتصدر أولويات الحكومة الإسرائيلية للمزيد ينضم لنا من القطس مفادنا عبد الرحيم فارسي عبد الرحيم مرحبا بك معنا إذن رد حماس على ما يبدو أحرج وزاد الضغوط على نتانياهو داخليا لا من ناحية التحديات السياسية والسجال السياسي ولا لناحية الرأي العام والشارع كذلك عبد الرحيم بالتأكيد إيمان فيما يتعلق بالشارع المناهد لنيتانياهو المطالب بعودة المحتجزين في أسرع وقت موقن وإبرامي صفقة مع حركة حماس تفضي إلى وقف الحرب في غزة هذا مطلب يرفع هؤلاء منذ مدة ولكن نتانياهو يبدو أن لديه اعتبارات أكبر من ذلك فهو في حكومة اتلافية بعض أطرافها يمكن أن يسقطوا حكومته إن لبى تطلعات هؤلاء المحتجين ويتحدث هنا عن اليمين المتطرف المتمثل في سموتريتش وكذلك بن جفير لديهم تطلعات أبعد من ذلك تطلعات لا تتعلق بإسرائيل فقط وإنما أيضا بالضفة الغربية وضمها ومنع قيام دولة فلسطينية مستقبلا إن نتانياهو قبل بخروج هذين المكونين من حكومته فمعنى أنه سيسقط وربما سيواجه مصيرا آخر لن يتحرك بقدر الحرية المحدودة التي لديه حاليا وفي المقابل هناك جمهور إسرائيليون كما جاء في الاستطلاع هناك أكثر من 54% يرون أن طريقة إدارة الحرب لم تكن ناجحة أيضا 67% يرون أن التوصل إلى صفقة ربما هو الأهم في هذا السجال نسمع الآن نتانياهو تحدث عن إعادة صياغة بعض الكلمات والمصطلحات الواردة في الطرح الذي جاءت به الولايات المتحدة ولكن يبدو أن الوقت لم يعد يكفف تسعة أشهر يقول المراقبون هنا كانت كافية لإنهاء الحرب والقضاء على كل ما يمكن أن يعيد مرة أخرى التفكير في تكرار ما حدث يوم السابع من أكتوبر عام 2023 نعم شكرا جزيلا لك عبد الرحيم فارسي مفادونا من القدس مفادونا من القدس